شعب مصر العظيم إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغد بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري في الثالث من يوليو من عام 2013 كان الجميع ينتظر بيان القوات المسلحة الملايين في الشوارع تطالب بإسقاط حكم الإخوان رافعين الشعار يسقط يسقط حكم المرشد لعلمهم أن القرارات التي كان يتخذها مرسي خلال حكمه كانت من مكتب الإرشاد سبق الاكتماع بساعات خطاب لمرسي في مساء ثاني من يوليو يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بل وذكر كلمة الشرعية وتمسك بها عشرات المرات حيث جاء خطابه مخيبا لآمال المصريين وبدأ الاجتماع الذي دعت له القوات المسلحة لحل الأزمة والذي رفض قيادات الإخوان حضوره أكثر من مرة انتهي الاجتماع الذي استمر لساعات مساء ثالث من يوليو بكلمة المشير عبدالفتاح السيسي وقتها التي قال فيها أن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذنها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني ولقد استشعرت القوات المسلحة انطلاقا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته وأن القوات المسلحة بذلت جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لحتواء الموقف الداخلية وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر من عام 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة وفي إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة في قصر القبة في 22 يونيو من عام 2013 حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة المستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه خارطة للمستقبل اجتملت على بعض البنودة التي من بينها تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وبعد انتهاء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل المصريون في ميداني التحرير والاتحادية إلى جانب مختلف محافظات مصر ببيان القوات المسلحة وعمت الأفراح في الشوارع بعد أن سقط حكم الإخوان وبدأت مرحلة جديدة أنهت مساعي الإخوان للسيطرة على جميع مفاصل الدولة ولقد استشعرت القوات المسلحة انتلاقا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حوادر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفاهمت مقصدها وقدرت ضروراتها وفي الرابع من يوليو من عام 2013 تولى الرئيس عدلي منصور رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية بحكم منصبه قرئيس للمحكمة العليا في البلاد فتحية لثورة جاءت تنفيذا لإرادة شعب قد جسدت ثورة الثلاثين من يونيو معاني وقيم عديدة أهمها إصرار الشعب المصري على تحقيق أهدافه ورسوخ عزيمته على صون عزته وكرمته وقدرته على تجاوز ما يتعرض له من تحديات وصعوبات ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدة الشعب المصري واستفافه الوطني إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ستظل تذكرنا بأن مصر لن تنهض سوى بجود أبنائها وشبابها الأوفياء وستظل مصر عزيزة قوية بشعبها الأبي الكريم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر